بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله وسلم عليه وزاده فضلا وشرفا لديه متابعين ومشاهدين الكرام أهلا بكم ومرحبا في هذا اللقاء الإيماني الذي نسأل الله عز وجل أن ينفعنا به أجمعين اللهم آمين مع رحلة ومعجزة حصلت لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم تشريفا وتكريما له صلى الله عليه وسلم وتخفيفا عليه ما لاقاه في دعوته لأمته عليه الصلاة والسلام هذه الرحلة هي رحلة الإسراء الرحلة التي كانت من الله عز وجل مواساة لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الرحلة المباركة ينتقل النبي صلى الله عليه وسلم من مكة المكرمة حيث البيت الحرام إلى المسجد الأقصى في فلسطين نسأل الله عز وجل أن يجعله مباركا على الدوام اللهم آمين الله عز وجل افتتح سورة في القرآن الكريم وسماها سورة الإسراء قال في أولها سبحانه وتعالى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير رحلة الإسراء في البداية الإسراء في اللغة معناه السير بالليل يعني لما يقال فلان أسرى به يعني سار في الليل وهذا المعنى له حكمة تظهر في التعبير القرآني في هذه الآية في قول ربنا سبحانه وتعالى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا كلمة الليل جاءت في هذه الآية ولها حكمة ولها معنى يظهر ويفهم من خلال هذه الآية لو كان الله عز وجل ذكر هذه الآية بدون هذه الكلمة فقال سبحانه سبحان الذي أسرى بعبده من المسجد الحرام مباشرة بدون ذكر كلمة الليل لفهم البعض أن رحلة الإسراء قد استغرقت الليل كله لكن الأمر ليس كذلك بل رحلة الإسراء كانت في جزء يسير من الليل وهذا من عظيم قدرة الله سبحانه وتعالى لذلك ربنا سبحانه وتعالى قال سبحان الذي أسرى بعبده ليلا فجاءت هذه الكلمة للدلالة على أن الرحلة لم تستغرق كل الليل وإنما كانت في وقت يسير من هذا الليل من الدروس المستفادة من رحلة الإسراء عظيم قدرة الله سبحانه وتعالى يظهر ذلك جليا في أن الله عز وجل نقل نبيه صلى الله عليه وسلم من مكة المكرمة إلى المسجد الأقصى في فلسطين في وقت يسير من الليل علماء الفيزياء دايما بيقولوا إن الزمن يقل مع زيادة القدرة أو السرعة فما بالك إذا كانت القدرة متعلقة بالقادر سبحانه وتعالى فلا زمن أصلا وهذا من قدرته سبحانه وتعالى اعرف دايما إن ربنا سبحانه وتعالى على كل شيء قدير الله عز وجل لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء قادر سبحانه وتعالى أن يغير ويبدل ملامح هذا الكون كله بما فيه ومن فيه في غمضة عين وفي لحظة من اللحظات الله سبحانه وتعالى لن يعجزه أن يحقق لك ما تريد فقط أطلب منه سبحانه وتعالى وتمنى من الله عز وجل سيحقق لك الخير كله وسيحقق لك ما تريد وأحسن مما تريد في رحلة الإسراء يظهر هذا الأمر كما قلنا في رحلة الإسراء جيء بدابة لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لم تكن معروفة قبل ذلك هذه الدابة هي البراق وقيل في سبب تسميتها بهذا الاسم البراق أي من البريق من شدة لمعانيها وشدة بياضها وجمالها سميت بهذا وقيل إنها اسمها البراق لأنها من البر لأنها كانت شديدة السرعة كما قال صلى الله عليه وسلم تضع حافرها عند منتهى البصر فهدابة بهذا الحسن وبهذا الوصف بهذه السرعة نقلت سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من الكعبة من البيت الحرام إلى المسجد الأقصى هذه الرحلة المباركة تدل دلالة قاطعة على تشريف النبي صلى الله عليه وسلم وعلى عظيم قدره وعلو منزلته ورفعة مكانته عليه الصلاة والسلام فهو خير الناس وأحسن الناس وأشرف الناس وأطعر الناس هو أكرم الخلق على الله سبحانه وتعالى حتى قال صلى الله عليه وسلم إن الله اصطفى من ولد إبراهيم إسماعيل واصطفى من إسماعيل كنانة واصطفى من كنانة قريشا واصطفى من قريش بني هاشم واصطفاني من بني هاشم صلى الله عليه وسلم في هذه الرحلة المباركة ظهرت فئة من الناس كذبوا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم في اليوم التالي من هذه الرحلة وقص على أهل مكة ما حصل وحدث معه في رحلة الإسراء والمعراج كذلك كذبه بعض الناس فيما قال صلى الله عليه وسلم حتى قال أحدهم للنبي صلى الله عليه وسلم كلامك هذا يشهد أنك كاذب تقول إنك ذهبت وعدت في نفس الليلة نحن نضرب أكباد الإبل إليها شهرا وتقول إنك عدت في ليلتك يعني نذهب إلى بيت المقدس في شهر ونعود في شهر كيف ذهبت ورجعت في ليلة أو في جزء من الليل كما قلنا لكن هذا الحال لما وصل إلى سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه قال إن كان قال صلى الله عليه وسلم فقد صدق أصدقه فيما هو أبعد من ذلك أصدقه في أمر السماء في غدوة أو روحة فسمي بذلك أبو بكر الصديق لتصديقه النبي صلى الله عليه وسلم وهنا تعلم صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه صلى الله عليه وسلم صادق فيما يقول صادق فيما ينطقه وينقله عن رب العزة جل وعلا إنه إلا وحي يوحى علمه شديد القوة وما ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم صادق في كل حركاته وسكناته وأفعاله عليه الصلاة والسلام أخيرا ومن الدروس التي نتعلمها ونستفيد منها في هذه الرحلة أو من هذه الرحلة المباركة هو الأخذ بالأسباب وفي عجالة سريعة الأخذ بالأسباب ظهر واضحا جليا في موقفين الأول أن الله عز وجل أتى بدابة تنقل النبي صلى الله عليه وسلم وكان قادرا سبحانه وتعالى أن ينقل رسول الله في غمضة عين بلا أي وسيلة ولا أي واسطة والأمر الثاني لما وصل النبي صلى الله عليه وسلم بالبراك بدابته إلى المسجد الأقصى قام النبي صلى الله عليه وسلم وعقل دابته يعني ربط هذه الداب وهي لن تتحرك بأمر من الله عز وجل لكنه يعلمنا أن نأخذ بالأسباب يعلمنا أن نفعل ما علينا أن نفعله والأمر في النهاية بيد الله عز وجل نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال وأن ينفعنا وإياكم بما علمنا وما نفعله من طاعة وحسن عمل اللهم آمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته